هذه الملفات متخمة هذه الملفات بدأت اليوم آثارها تلامس حياة المواطن الكويتي ومن يقيم على أرض الكويت هناك قرارات عشوائية في قطاع شؤون الرقابة الدوائية هناك خلل جسيم في نظام تسجيل الأدوية في الكويت الوزارة تنتظر أن يكون هناك انتهاء كامل هذه الأدوية حتى تبدأ بطلب الأدوية الجديدة وهذا النظام لا يمكن أن يكون مقبول في حالات المرضى وحالات خاصة الحالات الصعبة والحالات الحريجة ولذلك أنا أطالب اليوم وزير الصحة بأن يتخذ إجراءات فورية لمعالجة هذا الأمر وأن يكون عند قدر هذه المسؤولية إضافة إلى ذلك اليوم ما سمعنا من معلومات عن انسحاب مستشفى غوستاف الروسي الفرنسي المتخصص في علاج السرطان من الكويت وهذه طبعا نتيجة طبيعية للحالة الكارثية التي تشهد وزارة الصحة لم نشهد أي تصريح من الوزارة في هذا الشأن توضيح الحقيقة وتبيان التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وإذا أمكن تدارك على وجه السرعة والاتباق المباشر ما بين الوزارة وما بين إدارة المستشفى دون الحاجة إلى وسيط أو وكيل هذه الكرة اليوم في ملعب المسؤولين في وزارة الصحة ويتصدرهم الأخ وزير الصحة إذا لم يكن هناك تعامل حقيقي وجاد فبالتأكيد سوف تكون المسؤولية مباشرة للسيد الوزير لأن حياة الناس أرواح الناس ليست لعبة في تخبطات ووزارة تغيب عنها القيادات المختصة وفي إدارات مهمة وحيوية مثل قطاع وكلاء الوزارة وكذلك قطاع الأدوية والمستودعات الطبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر